اشتركوا في القناة السياسي البارز الذي اداه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في مجال قيادة النهوض بالصحة العامة وما قدمه سموه من مبادرات ناجحة في هذا المجال جعلت من مملكة البحرين دولة رائدة في القطاع الصحي جاء ذلك في اطار مشاركة وفد مملكة البحرين في اعمال الجمعية العامة الثانية والسبعين لمنظمة الصحة العالمية بجناف برئاسة سعادة وزيرة الصحة الاستاذ فايقى من سعيد الصالح وفد في الاجتماع الثاني والخمسين لوزراء الصحة العرب لمناقشة التحضيرات والقرارات التي سيتم اتخاذها في اعمال الجمعية العامة هذا وقد تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة خلال هذا الاجتماع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر